السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم محمد من قناة كيم او اليوم جعلت لكم فيديو جديد وبشرحه جديد وبالفيديو هاتح نتكلم عن الباوندري ماركر تبع القلب الباوندري ماركر من اهم الاشياء اللي لازم تبنيها كلاعب في لعبة مثل فومباير لعدة فوائد واهمها هي حماية الممتلكات من انها تتكسر وحتى الحمايتها بالسيرفرات البي في بي من الاشخاص الاخرين انه يهجموا عليك او حتى يسرقوا منك شيء لما انتجي عند الباوندري ماركر فيك ضلق ضغط حرف الاي تضغط على الكبس هون وحيطلع لك الرينج اللي انت فيك تشوف فيه خطين خط ابيض وخط ازرق اول شي عنا الخط الابيض والخط الابيض بيورجيك نهاية المسافة للحماية تبع الباوندري ماركر يعني انت كل شي عندك هون جوا هيكون محمي من التكسير ومن الهجومات الاعداء الاخرين بشرط انك تكون دافع متطلبات الموضوعات والثاني شي عندك الخط الازرق واللي هو اللي بيحمي الممتلكات منها تتكسر بس ما بيحميها من انها تنسرق يعني اذا انت حاطش هون ما حيتكسر مع الوقت حتى لو رحت لنقول خمسة ايام ورجعت ما حيتكسر بس اذا حدا هجم عليها وكسرها فهي حيتكسر بس اذا انت حاطتها جوا الخط الابيض وروحت لنقول خمسة ايام ورجعت ما حدا حيادر يزرقها او حدا يقدر يكسرها اذا انت دافع المتطلبات مهي المتطلبات وكيف بنا نكبر هذا الارنج وكيف بنا نتحرك الارنج الازرق كمان كل هذا حنشوفه بس بعد ما نشوف من وين حنجيبه بالاساس furcana وểكسر ابني النسب والاق cinchana وتبني بنص قاعدك لا تبني في البداية ولا بالنهاية ولا عند الباب ابني في النص لحتى تحمي اكبر قدر ممكن من الامبراطورية تبعيدة. طب من وين حنبني الجلد ووركشوب? الجلد ووركشوب حنبني بالاساس من الارشتيك بنش حتبني وهنيك الجلد ووركشوب بعد ما تبني الجلد ووركشوب حتبني الباوندري ماركر منها. فانت حتبني اول شي هاد بعدين حتبني هاد. طيب حنروح اللق على الباوندري ماركر ونشوف كيف حنرفع ليبله وكيف حنحمي اغراضنا. حتفوت عليه بحرف الايه هيقول لك هون تحت على اليمين هو هاد اللي بترفع. طب ليش بترفع الليفل? انا بقول لك ليش? لانه بدك تزيد مسافة الحماية ومسافة حماية التكسير. يعني حماية الاشياء هي والفيف هو حماية الاشياء من انها تكسر. لهو الخط الازرق الخط الابيض. طيب لحتى تحمي الاشياء داخل الخط الابيض لازم انك تدفع اشياء بشكل اصبوعي. طب شو هي الاشياء اللي هتدفعها بشكل اصبوعي? هي الاشياء الموجودة عندك هون. هتجي لهون هيطلب منك مية وخمسين هاردود مية وخمسين ستون ثلاثمية كلي وكمان اكتيفيتي بوينس اكتيفيتي بوينس اللي هي انت عم تلعب وعم تعمل اشياء لنقول تصنعها تقاتل لحوش تبني بيوت هيجيك اكتيفيتي بوينس هيبان عندك لما تدخل على حرف جي هون هيقول لك اتشمعك اكتيفيتي بوينس وحياخد منها كمان لحتى تحمي اشياءك من السرقة والتكسير ضد الاعداء فانت هتجيبهم هتحطهم هون هتعمل وحتفرع فيهم وحتحميها عليك والحماية هي هتكون لمدة اسبوع بعد اسبوع هيتطلب منك اشياء جديدة الاشياء اللي هيطلبها وقيمتها وغلاوتها وصعوبة حصل عليها هتفرق معك على حسب لفل الباوندري ماركر نفسه فاذا كان لفل واحد هيطلب منك اتوقع هيطلب منك الربل هيطلب منك بارك والاكتيفيتي بوينت حتى هيكون اقل من هي كتير واذا رفعت لنقول على لفل ستة او لفل سبعة هيطلب منك ايرون وهيطلب منك كوبر طب بعد ما انتهينا من دونيت هنروح عند كلمة كلمة شرحتها في فيديو لحالها بس هشرحها مرة تانية واللي هي انه فيك تبيع مقابل كوبر كوين او مقابل مال في اللعبة واي ريسورس حيمشي معك حيمسي معك الريسورس الخام اللي هو مثلا انا نقول هيمشي معك هيمشي معك كمان الوود اي شي بيعتبر بس النصيحة لك انك تبيع ريسورس الغالي يعني نقول انت هتبيع ميت ايرون هتجيب مصاري اكتر من المصاري اللي انت هتجيبها بميت كوبر لانه هو ما هيحسب لك قديش عم تدخل الفلوس هيحسب لك كم قطعة انت عام تبيع فيك تبيع تمانمية وستين وكل ما تبيع حينقص الرقم هاد بالقطعة وليس بالفلوس اللي انت عم تدخلها فاذا انت تبعت تمانمية وستين حديدة هتطلع فيها فلوس اكثر من ما تبيع تمانمية وستين خشبة وهذا الشي صالح لكل الاعضاء في الكلان فمو بس القائد اي احد فيه حط ويبيع هاي في واحد من الشباب الان دخلوا باع وما نخصم عندي نخصم من عنده فهذا عندك البروتكشن والبروتكشن اذا انت حاب تختار الاوقات اللي بتكي يكون فيها حماية واوقاتها تم ما يكون فيها حماية ما بنصحب هذا الشي خليه على جنب لا تقرب عليها عيفها ولا تستخدمها فهذا هيك عن التاكس والتاكس نفس نظام الدونيت هون وهو حماية للاشياء تبعيلتك فيك تدفع التاكس هاته هتعمل دونيت 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 هيحمي بس بي المثال عندك الفارم هون فيك تدفع تبع تبع الاسبوع هاده كمان بس ما حتشتغل اربع عشرين ساعة فانت اذا هدفعتها هلأ هتتفعل بعد اربع عشرين ساعة وزيادة على المتطلبات هياخد كوبور كوينز او الفلوس اللي موجودة في اللعبة اذا انت مشغل الحماية هي ما بنصح بالحماية هي الا اذا انت حاب تشغلها بعد هيك عنا البلسنج والبلسنج عبارة عن بيركات انت حتستخدمها لحتى تساعدك باللعب وتزيد سرعة ترفع الفلات البيركات هي في منها للعبين وفي منها للامبيسيز وفي منها للحصان وفي منها حتى للتجميع ولقدرة تحملك لحمل الاشياء يعني فيك تزيد مثلا نقول من ميتين قدرة حملك لميتين وخمسين اذا فعلت البيركات مرتين فاذا فعلنا اول مرة هتشوف هون صار متين اتنين وخمسين هنفعلوا مرة تالت زاد لتلاتمية وتلاتين صار تلاتمية وتلاتين فالبيركات هاي جدا موفيدة وبنصح دائما اي شي اسمه بلاير اذا انت طالع تفرم ترفع لفلك ترفع لفل استخدامك للاسلحة دائما شغل كل شي مكتوب عليه بلاير واذا انت رايح مشان المحارب تبعك شغل كل شي مكتوب عليه ووريور واذا انت رايح تجمع شغل القذر والكيرينج اللي انا شغلتها واذا طالع بس مشان ترفع لفل احصانك شغل تبع الاحصان لبرايب ما حتطلق عليها كثير لانه هي شي يتدخل باقي وكالطيافة وكيف انك ترخص مثلا لنقول سبيل مثال التحالفات بين الكلانات فهذا الشي ما حنتطلق عنه هلا حنتطلق عنه بس نطلق على سيرفر البي في بي لانه وقتها حنفهمه اكتر. اخر نقطة هذكرها عند واللي هي كم فيك تبني في اللعبة? اول ما تبدأ الكلان تبعك او تنظم للكلان لنقول الليدر ما هيقدر يبني غير واحد ومع تطور الكلان هتقدر تبني ثلاثة طب كيف حتطور الكلان? هتدخل عند حرف الجي هتروح عند هتروح عند هتجي لهون هون هيطلب منك ترفع كم ليفل لحتى توصل على الليفل اللي انت بتك ترفع فيه اول شي لازم ترفع المهارتين هدول ليفل واحد ترفعهم بتضغط عليها بتعمل لازم يكون معك المصاري المحطوطة عندك هون هترفع هاي لفل واحد وهي لفل واحد بعد هيك هترفع المهارة هاي لليفل اربعين بعد ما ترفع هاي لليفل اربعين هترفع لليفل اربعة وبعد ما ترفعها لليفل اربعة هترفع لليفل واحد وبهيك فيك تبني اتنين ماركر بدال واحد طب لحتى تبني التالت هيكتب لك هون بتك ترفع لليفل ستيب باي ستيب لليفل ستة واللي هي المهارة هاي ولحتى ترفع هاي لليفل خمسة حيطلب منك انتك ترفع لليفل خمسين ولا حتى ترفع على لفل ستة حيطلب منك ترفع على لفل ستين وبس تصير لها هي ستة حتقتر تفتح التاني وبهيك بيصير عندك التلاتة حاليا نحن عنا بس واحد والتاني انا مجهزه موجود هون حنحطه بالبث ان شاء الله في عطلة الاسبوع هاي بعد هيك عندي بعض النصائح واللي هي اذا انت عم تلعب لاعب لا ترفع لفله عالي لانه حيرفع عليك المتطلبات حتيغل عليك انك تجيبها لحالك لنقول لفل اربعة جدا ممتاز خلص هذا اللفل فيك تجيب انت الادوات هاي لحالك وتحط حماية مشان ما حد يدري هجم عليك ويسرقك بس اذا انتو اكثر من شخص اوكي ارفع اللفل اذا انتو وصلت للرقم عشرين على سبيل المثال مثل عنا بالقلد عاول ترفعه لاخر لفل ما حتفرق معك بعد هيك عندك البوندري ماركرة الثانية اللي انت حت تقدر تبنيهم طمب اماكن انت عن جد لازم تحميهم على سبيل المثال مثل منجم ستيل والايرون اي مناجم جدا غالي انه تنهب منك بسيرفرات البي في بي في بي فيك تبني واحد هنيك بس خليه لفل واحد لحتى يقدر واحد بس على الاقل انه يروح لهنيك ويعمل ولحتى ما يغلع عليك الموضوع بعد فترة فيك ترفع لفلو قد ما زاد اللفل تبع القلد تبعك وزدت الاعضاء ارفع لفل باوندري ماركرة هذا الفيديو اذا حابين شوفو اكتبوا لي في الكومنتات ولا تنسوا تحطوا لايك على المقطع اذا اعجبكم المقطع وحابين انو ان نزل فيديو ان الجلد واذا ما ععجبك المقطع اعطيني dislla差 واكتب لي في الكومنتات ليش ما اعجبك ولا تنسى تشترك في القناة لحتى تشوف المقاطع في المستقبل على لعبة مثل فامباير وابثوثنا على لاعبة مثلف امباير نهاية الفيديو بقولك في امان الله